دكتور كلمت برضو في نقطة مهمة وإحنا من خلال حوارنا على تأثير قطاع الزراعة بكورونا زي ما احنا عارفين طبعا أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات في الدولة إلى أي مدى حصل تأثير بكورونا لقطاع الزراعة في الفترة دي أو السنوات اللي فاتت الحمد لله احنا في مصر هنا محسناش بتأثير كورونا على اللتاج الزراعي بدليل اللي احنا فتحنا أسواق عالمية لتوزير الموالح زي سوق الياباني والدول العربية والأمريكا اللاتينية صدرنا أقصب من خمسة مليون طن بحاول 23 مليار جنيه احنا ما حسناتش في مصر لأن في مواد غزائية أو مواد محصولية قلت في البلد بالعكس لأن كان فيه استكارة في الأسعار في هذا الواسد ما عندناش عكز في الأمحة ولا في الدورة في الواسد بالذات إن أصلا احنا قطاع الزراعة قطاع مرن بتماشى مع ظروف والتقلات الجوية طب هل قطاع الزراعة بيتأثر بأي مشكلات علامة؟ أيا كانت بقى سواء مشكلة مثلا أسعار قلت إنتاج يعني هل بيتأثر قطاع بأي أزمات أو تحديات علامة؟ عشان كده عشان ما نتأثرش بالنظام العالمي تفكير الكادر السياسية استحداث أرض جديدة عشان اللي ما يكون عندي أرض جديدة بزود الإنتاج يبقى عندي مخزون استراتيجي محما يحصل في العالم تغيرات تقلبتي يبقى عندي المخزون جداعي ما تأثرش بالسياسة الخارجية لكن لو ما عندناش مخزون والإنتاج زراعي أي تغيرات في العالم الخارجي بتأثر علي كل دولة حاليا دلوقتي بتقفل عن نفسها عشان توفر المنتج أو يبقى عندها اكتفاء ذاتي تحديدا بقى لو هنتكلم على المحاصيل الاستراتيجية فأنا بحاول كدولة لأنا أخرج من عنق الزجاجة ويبقى عندي مخزون استراتيجي واكتفاء ذاتي من المحاصيل الهمة زي محصول الأمحة زي محصول الدراء الصفرة زي محاصيل الزياتية اللي هي عصب الحياة في مصر دل الدولة وهدها على عتك وبالتالي وفرت مساحات من الأراضي حاليا تسعة وخمسة مليون فدان والمتوقع أن تصل إلى 11 و 16 و 18 و 18 فندان في المرحلة القديمة